كيف تقيم وضع الجالية الفلسطينية في النمسا؟ سؤال على الجرح أولا خلينا أقول لك شيء نحن كسفارة أو كممثلية رسمية نعتبر أن عمل الجالية يجب أن يكون مكمل لعملنا يعني إحنا كجهة رسمية لا نستطيع أن ننظم مظاهرة هذا الشيء تتولى الجاليات أنا ما يهمني في موضوع الجاليات وأنا أعرف أنه في خلافات داخلية أو في انقسامات وفي جماعة بتظهرش مع الجماعة التانية يقول واضح يعني هذه الشغلة للعيان أنا بقول أنه في أوروبا نحن لدينا رسالة واحدة وحيدة وأنه إحنا أصحاب قضية عادلة الأوروبي مش معني بحماس وفتح مش معني بهذا يساري وهذا محافظ مش معني إحنا يجب أن نؤطر الرأي العام الأوروبي على عدالة قضيتنا بأنه نحن شعب تحت الاحتلال ونريد أن يكون لنا دولة مستقلة كاملة السيادة زينا أسوى بكل شعوب العالم هذه هي الرسالة الوحيدة ولا أعتقد أنه أي حدا يجب أن يختلف على هذه الرسالة هل ترى أن كافة الأطراف الفلسطينية تفكر بنفس الطريقة التي تفكر بها؟ مع الأسف لا مع الأسف لا يفكر الجميع بهذه الطريقة بأنه يجب أن يكون لنا رسالة موحدة أنا بقول الخلاف السياسي هو مشروع ومطلوب لكن خلينا نختلف سياسيا بداخلنا لا يعني نختلف عن الحل السياسي عن المقاومة عن الصواريخ عن مشروع أنه يكون لنا وجهات نظر مختلفة في ذلك لكن يجب أن لا نختلف على قضية عملنا على الساحة النمساوية هو تأطير رأي عام لقضية هي أعدى القضية في العالم حتى الآن وهذا ما أخذي على أحيانا الخلافات التي تبرز في داخل الجالية الفلسطينية نعم يعني السؤالي الأخير سعد السفير يعني هذا الموضوع باعتبار أن إنفوغرات انفردت في نشر أخباره موضوع الاتحاد الأطباء والصياد للفلسطينيين سعد السفير بتاريخ 24 ثلاثة ماذا حدث في السفارة الفلسطينية نحن يعني كان هناك اجتماع جمع الأطراف جميعا وكما قلنا في البيانة التي أصدرنا أولا لم يكن هناك بتاتا أي حالة فساد أو اختلاس مالي قد يكون هناك سوء في الإدارة للمال لكن لم يكن هناك أي اختلاف وكل الأطراف التقت على طاولة وحدة وكل الأطراف وقعت على بيان اللي قال إنه يجب يعني أن يكون تصحيح هناك تصحيح لهذا الوضع وببساطة شديدة هو هذا ما دار في هذا الاجتماع ومرة أخرى يعني دعني أؤكد على نقطة ليس هو كان تدخل من السفارة الأطراف الأطراف اللي اختلفت على هذا الموضوع هي طلبت إنه السفارة تتدخل وإنه الموضوع يعني يناقش في السفارة ولكن الموضوع البيانات المتناقضة التي خرجت يعني ببداية القصة إلى انتهائها كما تفضلت أنا ما شفتش بيانات رسمية خرجت يعني هي موقعة منهم يعني بصراحة نعم نقم بنشرها بعد أن تلقينا يعني بعض النسخ عنها بصراحة أنا بعرف البيان اللي صدر عن الاجتماع اللي كان بالسفارة يعني أنه تمت الاستقالة وتمت كذا بسبب وجود يعني إحنا لن نطيل بهذا الشأن ولكن يعني يوجد بصراحة كما يعني رقبه والعديد أنه كان يوجد تناقض شديد بصراحة بالمتخاصمين خلينا نقول يعني خلينا نقول سيدي إحنا لم نفرض على المتخاصمين أي شيء بصراحة شديدة وإحنا أساسا مش إحنا مش في موقف ولا في موقع أنه نفرض على أي الحدث إجوا المتخاصمين كل واحد حكى وجهة نظره وكان في وسطاء موجودين مش إحنا كوسطاء باتفاق والوسطاء حطوا تقريرهم على الطاولة وفعلا تم وخلصوا إلى النتائج أنه ما فيه اختلاسات مالية خلصوا أنه فيه رقبت يعني أنت الجلسة أو الحوار نعم أنا كنت برأس الجلسة وعطينا المجال لكل طرف يعني يعطي وجهة نظره وبصراحة ما فيه طرف بتاتا تحدث عن اختلاص يعني كل الحكي كان بدور حول يعني إدارة غير يعني مهنية لإدارة الأموال التبرع ألا تعتقد يعني سعاد السفير أنه كان يوجد نوع من خلل في آليات التواصل ما بين القائمين أو أصحاب الخلاف خلينا نقول يعني والإعلام المجتمع حتى فهموا بشكل خاطئ بشكل بصراحة مريب يعني بشكل كارثي ألا تعتقد أنه نحن صراحة يعني حاولنا طلبنا من المعنيين أنه يكونوا في عندهم وضوح أكثر ويجابوا على عدد من الأسئلة صراحة كان فيه إهمال كامل عدد من الأسئلة تم طرحها بشكل واضح وقلنا لهم جابوا على جزء منه هل ترى هذا إهمال من طرفهم؟ شوف سيدي بأمانة أنا علمت بالموضوع بمرحلة متأخرة جداً مرحلة متأخرة جداً أنا ما كان عندي علم بتاتاً في هذا الموضوع إحنا مشغولين بموضوع غزة صحيح وعرفت عن الموضوع بالصدفة واتصلت مع الأطراف بس أستمع لوجهات النظر وكل طرف حكى وجهة نظره معي وفي البداية ما كان فيه تحمس لفكرة الجلوس في السفارة صراحة شديدة ما كان فيه تحمس وأنا قلت أخي إحنا مش متدخلين إحنا إذا بتحبونا نتدخل حاولت أعمل السفارة كبيت يجمع الفلسطين إذا بتحبونا نتدخل نتدخل يعني مش بدنا نخلقى بنفرض أحد على شي وهذا ما حدث يعني في النهاية وافقوا الجميع وجلسنا في جلسة بقدر أقول إنها ودية كانت وما حدا يعني تعد على حد ومنعه من الكلام والبيان اللي شفته صغنى قلنا لهم يا جماعة موافقين على هذا البيان قالوا موافقين قلنا لهم متفضلوا وقع التوقيعات الأصلية محفوظة عندي هي الورقة المنشورة من دون أي توقيع بصراحة حتى نحن وصلتنا عن طريق طرف ثالث يعني كما يقول أنا التوقيعات الأوريجينال يعني إحنا نحفظ فيها نحفظ بهذا السؤال لحضرتك لما تشوفك سعاد السفير شكرا جزيلا شكرا اليوم لك على هذا اللقاء المثمر والبناء للغاية بصراحة في أشأن الفلسطيني